الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجازي الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار دعم مصر لمبدأ الصين الواحدة ومواصلة التنصيق المشترك معها لتعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي جاء ذلك خلال استقباله لوزير خارجي الصيني وانك إي وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون المشترك حيث تم تأكيد العزم على استمرار مشروعات التنمية الاقتصادية المشتركة سواء على المستوى الثنائي أو في إطار العضوية في تجمع بريكس ومبادرة الحزام والطريق كما تناول اللقاء تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع على المستويين الدولي والإقليمي وخاصة التصعيد المستمر في المنطقة على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة حيث أكد الرئيس ضرورة وقف إطلاق النار في غزة لحماية المدنيين وإغاثاتهم مما يعيشون فيه من أوضاع إنسانية كارثية وكذلك كانت زعفتي للتواطر في المنطقة وتجنب إذكاء عوامل عدم الاستقرار الإقليمي أكد رئيس الهيئة العامة الاستعلمات دياء رشوان أن مصر بدلت خلال المائة يوم الدامية التي مرت من العضوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة أقصى جهودها لاستمرار دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في القطاع وأشار رشوان إلى إصرار مصر على مواصلة جهودها القصوى للإصراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والسعي الحثيث من أجل زيادتها بما يسهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها أشقاؤنا الفلسطينيون هناك استشد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلية عن منطقة المواصي غرب خان يونس كما استهدفت غارة إسرائيلية أحد المنازل بمخيم المغازي وسط القطاع ما أصفر عن شهداء ومصابين يأتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه اجتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية بمخيم البريج وخان يونس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة الظاهرية جنوب الخليل بالضفة الغربية وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال قامت بدوريات في أنحاء المدينة واعتقلت عددا من الأفراد كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيليا غربي الضفة ومدينة أريحة شرقا وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت استشهاد طفليني برصاص قوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا بالعمل على إعادة الأمريكيين المحتجزين لدى حركة حماس بقطع غزة إلى وطنهم وأعرب بايدن عن تطلعه للحفاظ على اتصال وصيق مع نظرائه بدول المنطقة لإعادة جميع المحتجزين في أقرب وقت مشيرا أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين كان في المنطقة بحثا عن طريق المضي قدما نحو التواصل إلى اتفاق جديد لإطلاق صراح جميع المحتجزين يلقي اليوم رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك كلمة أمام مجلس العموم حول مشاركة بلادي في ضربات ضد قوات الحوثي في اليمن يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون من أن المملكة المتحدة مستعدة للتحرك مجددا ضد قوات الحوثي في اليمن إذا وصلوا هجماتهم على السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر وأكد كاميرا أنه تم توجيه الرسالة لا لبس فيها مفادها أن تصرفات قوات الحوثي مرفوضة وأن إبقاء الممرات البحرية مفتوحة هو مصلحة وطنية حيوية من جانبها أعلانات القيادة المركزية الأمريكية إسقاط صاروخ كروز مضاد للسفن في من ملاطق الحوثيين في اليمن نحو حاملة الطائرات الأمريكية لابون العاملة في جنوب البحر الأحمر أطلقت بيونج يانج بنجاح صاروخا باليستيا متوسطة المدى يعمل بالوقود الصلب وأوضحت وكرة الأنباء الكورية الشمالية رسمية أن إطلاق هذا الصاروخ الذي تقول بيونج يانج إنه مزود برأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت كان يهدف إلى التحقق من قدرات التحليق والمناورة وكذلك موثقية محرك الوقود الصلب الجديد ورياضيا تعادل منتخب مصر مع منتخب مزنبيق بنتيجة 2-2 في أولى مبارياته في أمم إفريقيا 2023 بكوتيفور تقدم منتخب مصر بهدف مصطفى محمد في مسجلة لمزنبيق كل من ويتي وسيليسيو بواكي ثم أدرك محمد صلاح التعادل فيه أو من ركلة جزاء في الوقت بدلا من الضاء ختام مجزء الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر